السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كواليس غرفة الملابس وراء استبعاد شادي محمد من أمم أفراقيا 2010 دائما ما تشهد غرفة خلع الملابس الأندية العديد من الكواليس التي يتم الكشف عن بعضها فيما يتبقى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئا وغالبا ما يكون لهذه الكواليس دور كبير في العديد من القرارات المهمة التي قد تؤثر في مستقبل بعض اللعبين لأن غرفة ملابس الفرق تعد المطبخ الذي تخرج منه الشرار الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دورا كذلك في تحقيق الانتصارات والصعود إلى منصة التتويق كما يكون لها دورا كذلك في استقبال الهزائم وخسارة البطولات كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاغبة أحيانا ووصلات هذار أحيانا أخرى لذا في سياق التقرير التالي كواليس بعد ما يحدث في غرفة الملابس بالقرى المصرية رغم مشاركة شادي محمد مدافع الأهلي مع منتخب مصر في أمم أفرقيا عام 2008 التي تووجى بها الفراعنة ورغم أنه كان مرشحا للتواجد ضمن قائمة الفراعنة بأمم أفرقيا 2010 والتي تووجى بها منتخبا الوطني أيضا إلا أن شادي محمد لم يكن له نصيف في التواجد عام 2010 مع الفراعنة لسبب غريب جدا ويتمثل هذا السبب في دعابة أو وصلة هذار بينه وبين سمير زاهر رئيس اتحاد القرى الأسبق أثناء أحد المعسكرات قبل البطولة فقد كان شادي يتحدث مع الراهل سمير زاهر رئيس اتحاد القرى وقتها عن الفريق واللعبين وظل يطلق بعض النكات والأفشات على بعض اللعبي المنتخب بخفة دمه المعروفة دون تجريح وكانت أهدى هذه الأفشات على حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني وقتها ووصلت هذه دعابة إلى مسا مع حسن شحاتة ليرفض الأخير ضم مدافع الأهلي للمنتخب الوطني في البطولة التي أقيمت في أنجولا